السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله نستغل بها السمطة كتبه عند الدروغري كي يدروها في الجوانيب الخشب لكن انا لقيتها موجودة عندي ما نستبتش بها بشيء اخر انا محتاجها وانتبع معي الفيديو ان شاء الله يقدر يعجبكم قبل ما ندوز الفكرة اول حاجة سوف نريكم بالنسبة لهذا الساق يعني كما كتشفوا هذا بحل بحل لكن هذا لا يستغل الفرق اللي لقيت بناتهم هو ان هذا في العالم دي الالمانيا وهذا ما فيش العالم دي الالمانيا اما الكتابة والارقم كل شيء بحل بحل وكان فرق واحدة اخر تاني وهي هاد 70 20 20 21 20 21 21 21 21 21 21 بزاف ذي الانواع هذه تقريبا البقرة السيئة حالة هي اسم المهمة او مره اخر لقيتها في فوكس المهم بزاف ديال الحاجات المغشوشة المهمة لكي اعرفوا المزيانة هي هذه يعني العالم ديال المانيا وفي الباكية ديالها كان هذا العالم هذي بخوفيسيونيل هنا هذا من الناس اللي باش يعرفوا هاد الفرق بين هاد الكولات طبعا عند الدروقية نفتحتها وقمتها وجربتها وقمتها وصارحة افكاس كتشت مزيان دابع انا اقول لكم كلها اشوفنا عندي كلمية كثيرة من هاد الصمتة هاد دابع حاليا مايش نستعملها مندي شي موبل اللي غادي نفيلي نصاوب بها واحد فكرة فكرة بسيطة 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 بزاف سوف نقوم بتصويرها أول شيء نأخذ هذا لديه 6 متر نحاول نقوم بتصوير الدائرة تقريباً تكون في القطر 35 أو على حساب المهم سوف نلسقها نقوم بتصوير الدائرة لأنها مجهدة حاول كفففز ما تشد ونقوم بتصوير الدائرة ثم نقوم بتصوير الدائرة حول كففز نقوم بتصوير الدائرة لأنه لا يوجد كورة في هذا الحجم الذي أريده أحتل من بعد أن أضع طورة كما قلت لكم بقيتها لومب أجبتني شكلها كما تشد مزيان ومتبتقيج نحاول إمكان نفس القياس لا يأتيوني متفاوتين كما نشغل عيني ميزاني نحاول نبحث الشكل ونبدأ للسق هنا قصني للسق ترجمة نانسي قنقر وين毫ا قصني للسق ترجمة نانسي قنقر ومتبتين ترجمة نانسي قليل ترجمة نانسي قليل لقد قمت بسيطة بطريفات لقد قمت بسيطة الفكرة بسيطة وكنتمنى انها تكون عجباتكم وكذلك إذا كنتم تريدون بحالة الأفكار البسيطة دعوني في التعليق بشكل سهل وما فيهاش بسيطة الخدمة وأيضا نشارك معكم أعمال الخدمة بسيطة لكن ليس دبا في الصيف لأنه كان بغون نرتاحه نتلقى إن شاء الله في أفكار أخرى وفي أعمال يدوية بسيطة بحول الله وإلى اللقاء